سي محمد الحامدي عسامة عسامة ورحبا باستقبالك اليوم في نوات وبالطبع ما يخفيش عليك الوضع التونسي اليوم ناس تقول صعيب ناس تقول مش نحاولوا نحصلوا الامور شرايك في مشروع حكومة الوحدة الوطنية شكرا يعطيكم الصحة في نوات على الجهد اللي قاعدين تقوموا به حكومة الوحدة الوطنية حكومة الوحدة الوطنية أنا في اعتقادي ما هيش حكومة الوحدة الوطنية سواء في ملابسات تشكيلها سواء في مضمونها في ملابسات تشكيلها ولن هي كانت مبادرة تلفزية تصور السيد الرئيس علن عليها في تلفزة حتى المعنيين بها مباشرة اللي هو الرباع الحاكم ورئيس الحكومة وغيرها ما في بلهمش نقطة أخرى في المشاورات اللي وقعت في قصر قرطاج ولا في دار الضيافة قع استبعاد جزء أساسي من المعارضة وكأنه اخترنا المعارضة التي طروق لنا باش نحاوره طبعا واحد كي يحاور ليعجبوه هذا مش حوار حقيقي الحوار الحقيقي هو الحوار مع اللي ما يعجبوك شمع اللي يختلفوا معك حقيقة النقطة الأخطر والأهم ما معنى حكومة وحدة وطنية أنا في اعتقادي أن حكومة وحدة وطنية هي حكومة برنامج وحدة وطنية معنى بقطع النظر على مساهمة الناس في أو المحاصة معناها وتحصل الجميع على حقائب المهم هو أن تكون الناس داعمة للبرنامج نحن لنشوفوه أن الحكومة هذه بلا برنامج وطبعا حتى واحد يقول لنا رأى وثيقة قارتاج برنامج خطر الأولويات اللي محددتها وثيقة قارتاج حتى تتحدث مع أي مواطن في مقهة ويحدد ومش هذا المطلوب من حكومة مطلوب من حكومة مش تقول رأى أولوياته الأمن ومقامة الإرهاب ومقامة الفساد والإقلاع الاقتصادي المطلوب من حكومة هو تقول لنا كيفاش باش تقاوم الفساد كيفاش باش تقاوم الإرهاب وكيفاش باش تحقق الإقلاع الاقتصادي هذا ما شفناهش طبعاً ما شفناهش لا في حكومة سير حبيب الصيد اللي بدت بلا أولويات ثم كلفها كل وزير بتحديد أولويات ولا شفناه في الوثيقة التوجيهية اللي تحدثوا عليها وقالوا هذه مقدمة المخطط القادم الذي لم يأتي ولا شفناها في وثيقة قرطاج فتقريباً الحكومة هذه تعيد الخطيئة الأصلية متاع الحكومة السابقة وهو طبعاً هكاً اللي بيصيره خطر الوقت لي ما نقولوش علش نحب نغيره الحكومة طبعاً احنا السيد الرئيس ما قلناش علش يحب يغيره الحكومة تعالش أنت علش غيرنا حبيب سيت لا أنا أنا يهمني أكثر انهم لو قالوا رو الحكومة فشلت ومش من باب انهم حابوا نرشموا عليهم رو نحبوا نحددوا وين صار الفشل باش ميتعاودش لو قالوا الحكومة فشلت وفشلها في المنطقة الفلانية وخلا نصلحوا هو هذا ما صارش انا يبدو لي تحولت مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى مشاورات أساساً إلى أسرع كيفية لإقالة لحبيب سيت وطبعاً إقالة لحبيب سيت احنا شفنا انحراف رئاسة ويقعها الحقيقة انحراف على طبيعة النظام لأرسال دستور السيد الرئيس ينحرف بالنظام تدريجيين مع صمت وطواطأ الربعي الحاكم ينحرف بهم من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسوي وينحرف بمؤسسة رئاسة الحكومة إذا صح أنها مؤسسة من مؤسسة لرئاسة الحكومة إلى يعني إلى رئاسة وزرع معناها احنا يتعاملوا الآن مع رئيس الحكومة وانا رئيس وزرع هذا أنا يبدو لي السلح ببسيط استقدموه وانتدبوه للغرض هذا أن يكون طيع وأن يكون رئيس وزرع مش رئيس حكومة فيبدو أن لطاعته حدود معناها أن طاعته ما يعني توقفت ربما حيث لا ينبغي فربما بحثوا عن شخص طيع أكثر شخص طيع أكثر معناها شخص يدي الغرض من تحويل النظام معناها من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسوي مجددا وساعات واحد يطرح سؤاله بالحقيقة منها فضلا عن كونها مش حكومة وحدة وطنية معناها من حيث غياب البرنامج غياب برنامج اللي تحاورت عليه الناس أنا ساعات نطرح سؤاله نقول هي حكومة من خطرح نشوفنا تشكيلة أعلن عليها السيد يوسف الشاهد الأحزاب كل عندها لا تحافظة والأحزاب كل علمت بها في الإعلان يعني ما لشكون هذه حكومة شكومة شرايك في الكلام اللي قالوا شاهد عندما أسمعها جزء ما التحافظات وقال ليه مش باش راجع تركيبة الحكومة ايه هو هيدا غريب بالفعل منه مش مراجع يعني هو يلقي عرض الحائط بمطالب وتحافظات الحزاب اللي بتصوط لها على حكومة يعني مش عارف شنو يسنادها البرلماني كانوا ما يستمع لهم ثم الغريب انهم هم يقبلوا من بعد كلهم يعملوا كل إنشاء المعروف يقول لك رغم تحافظاتنا ولكن سنصوت للحكومة لأن هذي حكومة وحدة وطنية ثم هذي حكومة فرصة الأخيرة وتتوقع أنت لي باش يتم التصويت على الحكومة هكي؟ لا واضح يتم التصويت على الحكومة هذي واضح مش كون معترضين معنا الاتحاد وطني الحر خرج من الحكومة ومش عارف لي كيف يش تصرف ويبدو انهم يحتاجوا لاش معنا وقع تعويضة بضبط الأمور مع كتلة الحر إذا كان يتم التصويت على الحكومة أمتاع شهد أحب يقول خطأ ما عادش خطأ من الوزنة والمكلف ولي خطأ ربما ذريع من النهضة والأحزاب ما عندها بالطبع بالطبع أنا أتصور من باب حتى احترام الأحزاب لرواحها لو كانت عندها بالفعل الرؤية تدافع عليها وكانت عندها مواقف مبدئية بالفعل يعني حكومة أنت مشارك فيها تعلم مكوناتها من خلال الإعلام وهذا معقول ثم معتك مثال بسيط حركتها فاق أو حزبها فاق تونس يتحدث على هل يمكن مقاومة الفساد بحكومة فيها وزارة فاسدي ثم يقبل أن يكون جزء من حكومة فافستين ويقبل أن يمنحها ثيق بدعوة أنها كوة اللي يتحقق من الوحدة الوطنية أو بدعوة ثم دعوة جديدة يخوفوا فينا بها وهي دعوة هذه حكومة الفرصة الأخيرة عليه لابوكاليبس معناها على تاريخ تونس ستستمر بالحكومة هذه ولا بغيرة والحكومة هذه على فكرة ماهيش تحول نوعيه بالمقارنة مع الحكومة حبيب السيد أولا وثيقة كارتاج اللي يحكو عليها هي تقريبا نفس الأولويات لتحدثها حبيب السيد ثانيا ثم أكثر منها ربعين بالمئة من وزارة حكومة عبيب السيد موجودين في الحكومة هذه وطبعا هذا حتى أخلاقين يعني يبدو لي أمر غير مقبول معنى أوزير تسحب منها الثيقة بين غفرين 15 يوم ولا 20 يوم التالي يعاود يرجعنا في حكومة معنى الأحزاب كلها تحكى لنا وزارها ناجحين إذن الفشلوين كي تشوف الناس يقول لك وزارنا قاموا بوجبهم تشوف أفاق يقول لك وزارنا قاموا بوجبهم نداتون وزارنا قاموا بوجبهم لما نلواش يسحبنا ثيقة بالضبط بالضبط هني سؤال ما همش قادرين يجاوب عليه لأنه يورطهم في كل حالات في الاعتراب بالخطأ الحقيقي وربما حتى حد من أجم يجاوب عليه الخطر ما فماش حتى جواب مقنع الجواب المقنع هو اللي أنت قلته قبيلة ربما على خطر سيلة حبيب السيد ما كانش من أهل الطاعة لا هو هذا الواضح هو هذا الواضح حتى الطريقة حتى الطريقة اللي يقيل بها وهي طريقة فيها يعني بعض السلوكات غير لايقة طبعا يعني السيد من أجمع يتشاور على حكومة الوحدة الوطنية وسيد الرئيس يعد للإعلان عن مبادرته هو ما في بلش هو سمع في التافزة كما الناس وهذا فيه عدم اللياقة بصراح في عدم اللياقة وعدم احترام للشخص وعدم احترام لمقام رياس تحكوه وطبعا ما نحكيش أنا على التصرفات السيئة اللي يذكره البعض منها من نوع استقيل ولا المرمدوك للآخره أقل ما يقال عنها أنها انحدار سياسي وأخلاقي أنا قلت أن المشكلة هو أن الحكومة هذه هي حلقة من حلقات معناها حكومة تصريف الأعمال اللي تعاقبت منذ ثورة معناها حتى تصورنا احنا ربما بررنا لينفسنا في المرحلة التأساسية قلنا احنا في المؤقت والمؤقت ووظيفة الأساسية هو سياقة الدستور بالضبط سياقة الدستور ونظام السياسي وأن الحكومة ربما ما كانش عندها صلاحيات أنها تعمل إجراءات كبيرة الآن المؤقت انتهى والتوانسة كانوا مرهنين على أن الدائم هذا الدائم هو اللي بيحل الشكالات وأن الحكومة ستدخل يعني باب الإصلاحات الكبرى والجذرية لحد الآن ما شوفنا حد شيء شوفنا حد شيء حكومة لحبيب الصيد هي حكومة تصريف أعمال وأنا يبدو لي حكومة يوسف الشهد ستكون أيضا حكومة تصريف أعمال بمعنى ما تماش طرح للملفات الكبرى ما تماش جرأة على تناول الإصلاحات الأساسية وبمعنى الناس تدير الأزمة داخل نفس المنوال اللي عامله بن علي واللي أسقطت الثورة واللي بينات أن منوال أفلس يعني كان جاي أصلح روما صرت الثورة وروا ما أسقطش المنوال هذا ما نشوفوش حتى يعني ما تماش معناها هذه حكومة يبدونا بلا مخيلة بلا طموح بلا إرادة تماش إرادة للإصلاح ما تماش مخيلة يعني تعطي مشروع جديد للإقلاع لحل مشاكل البلاد تعطي للشباب حلم يعني في نهاية الأمر شنول يحفز الناس ويصبرها ويحفزها على التضحي هو أن يكون ثم حلم أن تكون ثم حكاية بها شنول يخلي الشباب ما يمشيش للحرقة وما يمشيش للداعش وما يمشيش للحلول الانتحارية هو أن تكون ثم حكاية بها تقنعها ما ثماش حتى حكاية هذه حكومة ما تقدمنا حتى حكاية معنات الهروب إلى الأمام واضح والهروب إلى الأمام هذا واللي هو كذلك ناتش عن عدم إرادة الأحزاب السياسية تحمس ولياتها ما تراش اللي رأي العام والناس اللي يتصوت في الانتخابات متساهلين برشا مع أنتها وعندهم الذاكرة صغيرة برشا مع أنتها صوتوا على العباد بعدش ما فهماش أي مسئولية ما فهماش أي مسئولية عني بشقول مسئولية سياسية في تنفيذ برامج والرأي العام كانوا يظهر متساهل برشا هو شوف هو أنا سابقا صرحت بعض التصريحات لموني علىها حتى بعض أصدقاء أنا مثلا مباشرة بعد الانتخابات قلت التوانسة صوته بالانفعال وصوته بالخوف وشوف اتجاه ما سمي أنا ذاك بالتصويت المفيد اللي اتضح أو كان ما اتضحنا احنا من وقت هنا مش مفيد وقلت راو التوانسة هم حرار في اختياراتهم لكن باش ينموا على اختيارات هيدا وأنا نقول باختصار يعني شنو هم التوانسة في الأخر صوته للحزبين الأساسيين اللي هم القاطرة في الرباع الحاكم ولي توسع الآن باش يولي يعني يستوعب حساسيات أخرى أو أشخاص كأنهم ينتموا الحساسيات أخرى النداء عداننا عام ونص مشغول بترميم شقوقها معاش تفرزه معاش تفرز يكون نداء يكون بقيف النداء يكون معاش نداء معاش تفرز هذا الحزب له الحزب الثاني اللي هو النهضة مع الأسف بقت مشغولة فقط بتطبيع وضحها تطبيع وضحها مع المخزن القديم مع المنظوم القديم مع بلدية السياسة هذا هو الهاجس الوحيد معناه هاجس النهضة النهضة اللي هي قوة ثانية تتحمل إذا ما ولتش لولا بعد التشغين تعني داتون تتحمل مسؤولية كبيرة لكن واضح أن جماعة النهضة مع الأسف يبدو أن التحليل هم حيث تكون مصلحة الجماعة يكون شرع الله يعني مفهوم المصلحة الوطنية يبدو ضعيف ومصلحة الجماعة لا يرونه إلا في التطبيع مع المنظوم القديمة وهم سبق طبعوا مع المنظوم القديمة الآن في الحكومة الجديدة هم مع المنظوم القديمة طبعوا أيضا مع اللي يسموه في العادة اليسار الاستأصالي فيعتبروا أنهم يعني الغاية تحققت مصلحة البلاد وين في هذا يبدو لي غايبة آآ باي ما ترعيش اللي كذلك مع الحكومة شاهد آآ كونه فما ربح للوقت خطرت طريقة وجيدة آآ صارت انتخابات فما حزب ربح الانتخابات اللي هو نداء تونس الحزب مازلت كي كنت الحزب هذا مازلت كي كنت تذكر في مشاكل ومعنطا عندينا فعلا معصوب أشهر فيهم تكلموا مشاكل تونس تكلموا على مشاكل آآ حزب نداء تونس وآآ في الحالة هذية في الحالة هذية في أي ديمقراطية وقت اللي الحزب اللي بشيخه مسؤولياته باش يحكم البلاد معنطا يسير له مسار النداء تونس آآ ما عاش فاما حل حقيقة تني إذا كان نحب ونقدمه بالبلاد إلى الأمام آآ نرجع تونسا لسوتة آآ في نتاق انتخابات مبترة معنطا وذي سيتان ربيتراج والدستور آآ معنطا فيه البوسيباليتي هذية من دخل من دخل منظومة ما ما حتى خيار آخر إلا هذا في نهاية الأمر معناه آآ يتراكم الفشل هذا وتراكم الإخفاق هذا وحالة العطالة هذه ما نش قاعدين نتقدمه ثم حتى ثم حتى حل في النظام اللي أرسيناه في النظام الديمقراطي اللي أرسيناه ولي نحب نثبتوه ونكرسوه إلا العودة إلى إلا حل مجنوب والعودة إلى إيرت الشعب معناه آآ برشة ناس متخوفة منها قد ترى المسألة فيها زعز على استقرار البلاد ولا ترى فيها ربما حسابات حزبية يقول لك أسكن أنا حاضرتو ويالي شكول يحاضر وبلغش تعاود تنتج نفس الأغلبية هذي كلها ربما حسابات حزبية في عديد من الديمقراطيات وقت اللي توصل المؤسسات فما مشاكل مع حزاب ولا مشاكل كذلك معنات يتحل المجلس ونرجع للحكم الأكبر عدني بشقول هو الشعب التونسي بشي عاود يساود معنات وهذي من الحاجة الباهية اللي في الديمقراطية ما نقعدوش هاربين القدام ما نعرفوش شنوني بشنا عملو هو صحيح وهذا هو ما تمش خير آخر وإلا تتكسر المنظومة من خارجها معنا اللهم منحكو على خيارات ما ضبينها ما تحدثوش فيها برشي أنا سيئة إن تنهار المنظومة أو يجي واحد يصفر يقول انتهت الراحة والريكرين انتهت لحكومة الفرصة الأخيرة بالمعنى هذا من أخايف بعدها تنترح بوضوح مسألة العودة للانتخابات مبكرة وشوف أنا في اعتقادي النظام النظام السياسي اللي أقمناه بعد الثورة عليه خطورة من ناحيتي من ناحية محاولة البعض للتفاف عليه يعني ثم ناس ثقافتها الديمقراطية ضعيفة ربما يأخذها الحنين إلى مراحل قديمة بتحاول تلتف عليه سواء من باب التحريف الرئاسي للنظام أو من أبواب أخرى نشوفه فيها بعض الممارسات الاستهتار بالأجالة الدستورية مثلا في الهيئات الاستهتار بالدستور وتشوفه أنت مجلس عدة أكثر من دستور معناها أكثر من قانون غير دستوري لو لوجود لو لوجود معناها لو لوجود لذي نايب من المعارضة وهي وقتين مراقب دستورية القوانية الدستور تقريبا قضينا عليها الأقل ثم يجي 17 ولا 18 اختراق ما نعملناها وثم حاجة أخرى اخترا على المنظومة لابنينها هي الوضع الاقتصادي والاستماعي وهو الزوز في الأخر فعلا إذا ما ثمتش ما ثمش حلول ضمن التوليف الحاكمة حاليا وأنا منشوفش فيها العدلان في الأخر ما ثم إلا الرجوع إلى رتشاب باش ينتخب ناس معناها فعلا أولا باش يفعلها الدستور كما قلت هو هذا جزء من الحفاظ عليها معناها وباش وباش ينتخب ناس قادرة على أنها تعمل برنامج للإصلاح ربما مش يحاولوها وقت اللي نشوفو كيفاش صارت معناها البروزس اللي تعدين عليها في تكوين الحكومة الجديدة هذه معناها يظور الالتفاف صار الالتفاف صار على الحكومة الالتفاف ربما حتى صار على المؤسسات وقت اللي حتى تقال معناتها فما شكو قال اللي رئيس الجمهورية يسامين وزراء بقى ما حابش نذكر اسمه خاطر مايش حكاية شخصية وفي بالك بيها سي محمد ما انت وليت هزين ونفضان سمحني سعيه سعيه هو رأي وشوف هو هو ما صارش اه حقاق الحق ما صارش تجاوز لإجرام الإجراءات لمصالات دستور حيث الإجراءات لكن صار إفراغ هالإجراءات من المحتوى يعني روح الدستور هي اللي وقعتها لعبه نص الدستور ربما ما وقعش المس بالنص يعني في نهاية العمر يعني عملوا الإجراءات وهني زاد حتى الناس مع الأسف معها ثم نص تأمرت بشكل أو بآخر على على اللعب بما سميت أنا روح الدستور يعني مثلا أنا أعطي كمثال بسيط السيد رئيس حكوم سيلحبيب الصيد سيلحبيب الصيد تمسك بحقه الدستوري به هذه خطوة به لكن تمسك بلحد الأدنى تمسك بلحد الأدنى وقال شنو قال ما حبش صعبها عليهم هو قال ما حبش صعبها على البلاد ما عنت هال حد الأدنى ما شكالني ناش عدني بشقول أنا شخصيا حبيته وتمنيته وقال لي ما يزيمش قدم استقالته بش يكرس بش يكرس معانتها لبراتيك الدستورية اللي الوزير لول الوزير لول كما قال واحد آخر إلي تندبوله نعبل معانتها ما ينجم يخرج من مهام انتاعه إلا إذا فقد الثقة من طرف المجلس لنك الاستقالة وقف وما سلمش وهذه حاجة بها معانتها بالنسبة للبروسيس الدستوري أي بالضبط حتى نرى مش مش ماته ولا تعطيه لحنا نحبه نفعله بالضبط المنظومة الدستورية لكن هو كان يمكن يمشي أكثر كان يمكن يمشي أكثر أنا ما نستقلش هو في تقديره هو هو أن لا مع فقد الثقة مع فقد الثقة لا لا ثم إجراءات دستورية أخرى كانت أصعب يا جماعة كان يمكن يتمسك كان يمكن يتمسك أنا ما نستقلش وما نمشيش نطرح ما عملت جلسة طرح ثقة ما نستقلش بروا أنتم أعملوا إما لا يحد تسحب ثقة بناءة وتعرف أنت تفاصيلها ولا الرئيس وتعرف أنت الرئيس عنده عنده فرستين معناه وما هوش بشي غامر بوحدة منهم معناه إذن قلت حتى هو سهل عليهم أحنا عليش معناه ليه تفعيل كما قلت الإجراءات الدستورية الإجراءات في الحقيقة ما وقعش المس بها سراحة لكن وقع فراغها من محتوىها كما قلت معناها الرئيس هو لي بدر افتح حوار ورئيس الحكومة في بلش نشوفه إحنا كما قلت معناه رئيس الحكومة يصر على أنه يعمل معناها رغم أن الحزاب تتحفظ إذن معاش يكون تشاور تشاور مع الرئيس يفترض وإلا عد تشاور مع اللي يسمى السيد الرئيس المسؤول الكبير المسؤول الكبير إحنا هذا ما نعرفوش معناه يبقى يبقى غيب معناها فال بالحقيقة معناها اللي نشوف فيه معناها يعني إضعاف الحياة السياسية السياسة التكاد تموت في هذه البلد في هذا البلد وطبعا هني ما نحملوش كان فقط اللي يحكموا نحملو زاد المعارضة لأنه لو كان ثم حد أدنى متوازن في البلد ما يعملوش يجمع شي يحبه ضعف المعارضة وانخرام التوازن داخل المجلس وخارجاه هو اللي خلى أولا نخلى جمعه يعملوش يحب خلى خلى نيدا تونس يفرض علينا نصف عام معناه يفرض على التوانس أنهم يتابعوا في خلافات التي لا معنى لها خلىهم يتصرفوا بالطريقة اللي كنا نحكوا فيها وطبعا وهذا الأخطر خلى التوانسة كما قلت لي أنت كانهم متسامحين علش كانهم متسامحين لأنهم التوانسة يشوفوا في خيار معناه يخفق ويفشل ولكن في المقابل ما يشوفوش في خيار آخر معناه توانسة مثلا نعطيك المثال علش الناس اللي تفكر ربما كما قلت أنت في دعوة الانتخابات مبكرة علش تتحرج لأنه يقولك في الأخير شنو البديل مشوفوش في حاجة حاضرة وهذا طبعا مسؤولية معرض والتركيبة بتاع الحكومة شهد والله التركيبة هو شوف التركيبة فيها بعض عناصر الذكاء بعض عناصرها لكنها أقرب للمناورة مش الذكاء ليعالج هات نورط معي الناس كل هات هات نجيب جماعة محسوبين على الاتحاد حتي كانهم أشو الاتحاد هات نجيب جماعة محسوبين على الاتحاد أو قد يعملوا تصدع في الاتحاد خطر بشتولي بعض ناس مساندتهم وناس بخلفتهم زاد كيف كيف نجيب ناس جراب للجبهة باش نولي نعمل تصدع في الجبهة بمنطقة أنا عبرت ليه بشكل ساخر قلت كما عملت قريش فنأخذ فتن من كل قبيلة وهذه بصراحة مؤشر قد يكون يوحي يخوف شوي معناه علاش هالطردية البرشة عشاير وقبايل سياسية يبدو لي كان نجيب جماعة فعلا معناه يحبوا يمرروا بعض ما يسموهم الإجراءات الموجعة بعض الإجراءات الموجعة اللي طبعا نجموا تخيلوها الإجراءات الموجعة نجموا تخيلوها ونجموا تخيلوها علاقتها بصناديق معناها الموساد دولي العالمي إلى آخره فلكن كم نمشوا للهندسة الحقيقية الهندسة الحقيقية الحكومة من ثم حتى الذكاية في الهندسة مثلا حكومة ناوية تعمل إقلاعها اقتصادي ما فيهاش وزارة اقتصاد أبسط ميثال أبسط ميثال وكيف ما قلت رو الذكاية بمعنى المناورة رو نتنجمش تناور والبلاد أوضعها على ما هي عليه رو رو ماناش في معناه ترف احنا وضع والله وضع جيد ووضع مستقر وبلاد نهضة اقتصاديا واحنا ننهوروا السياسيين وننهوروا سامحني في العبارة معناه ننهوروا على بعضنا يمكن في وضع أما في وضع اللي فيه البلاد لازم معالجات جدية معالجات جدية تطلب أنا في تقديري تطلب أولا تحمل كما قلت لي انتخبتها من الناس المسؤوليتهم بيوضوح وتطلب كي نحكو على وحدة وطنية خلنحكو على حوار وطني حقيقي حاول برنامج ينقاض ووقتها قدم لك مقترحاتي في مخص إنقاض البلاد وتأخذ بها وتأخذ بجزء منها ما حاش نيش يكون معاك في الحكومة إنسان داك بدون ما تمنحني حقيقي هيك هيك الوحدة الوطنية الحقيقية وحدة الحقيقية الوطنية الحقيقية مش الترضيات هني سميت لكم فلان أو سميت لكم علان ولما يعني سمحني مش عارف على شنو ولما هذي كان على وثيقة قرطاج فبأس لما معناه هذي كان إذ كان هك هو الوحدة الوطنية على وثيقة قرطاج حتى في حكومة السلاح ببسيط كم قلنا سمى وثيقة توجيهية أنت ذكرت المعارضة وتويك خلينا نغزر شوية للمستقبل فين وصلت من أجل توحيد صف بشقول الفاميريا الاجتماعية أنا في تونس مع التكتل التاير الديمقراطي فين وصلت أنا في تقديري العائلة اللي نسموها عادة بالعائلة الديمقراطية الاجتماعية أو هالحزب المواطني الاجتماعي أنا في تقديري نشأت وتبلورة في تونس سيكون حتمي هذي تونس جديدة تونس الجديدة عبرت عن نفسها سوى دساترة لترسك أو ترسك الجزء أساسي منهم في نيدة تونس أو الإسلاميين الجزء من تونس القديمة أو حتى اليسار التقليدي اللي تمثل الجبهة هذي تونس تونس بتاع الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات هذي بقد تونس اللي حررتها الثورة وتونس اللي اعطتها الثورة حق التنظم هذي ما تنظمتش أو بقد تمشتتها أنا في تقديري الحزب هذا جاي أكاد أقول حتما رغم حبش نوع من ياسر بالحتميات في التاريخ أما أكاد أقول حتما جاي كيفاش تنظيمين ثم صعوبت حق حقق الحق هل هو بترميم أحزاب قديمة بعادة سهرها بإطلاق مبادرة جديدة هذا موضوع تفكير لكن أنا في تقديري المسألة هذي جاي حتما وضرورة وطنية رو بالفعل ضرورة وطنية تعبير على تونس الاجتماعية هذي تونس تونس وسط اليسار في نهاية الأمر أنا محبش ياسر التصنيفات الديولوجية أما تونس الاجتماعية هذي ضرورة ضرورة حقيقية وبالمناسبة شعارات العائلة الديمقراطية الاجتماعية الشعارات على ما هي نافذة وبين ظفرين تلفت انتباه كلهم يدعوا كذلك يجي الليبرال يقول لك أنا الليبرال الاجتماعي نهضة أيضا تقول إحنا اجتماعيين فالمسألة هذه مدامها فعلا مهمة ياسر فلينجزها أصحابها الحقيقيين وفين وصلتها أولا هي ثم كما قلت كان مشاورات اللي يخوذها التحالف على الأقل اللي يخوذها التحالف وإحنا أخذنا مشاورات عديدة مع عديد الأحزاب مع عديد المستقلين والشخصيات الاعتبارية إلى حد أحزاب شكونا للتفكير للتذكير إحنا تشاورنا مع التيار الديمقراطي مع الجمهوري قبل لا يلتحق طبعا بالحكومة مع حركة الشعب مع التكتل أخذنا حوارات حقيقية مع برشة شخصيات مستقلة أنا نقول لك الحوارات هذه طبعا إلى حد الآن ما أفضتش إلى حاجة ولكنها في قادم الأيام ومعها ربما انطلاق للسنة السياسية القادمة أكيد بش تكون ثم مبادرة جديدة لتوحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية أو على الأقل مبادرة حتى إذا كان مش توحيد بمعنى جمع التنظيمات القديمة بمعنى إطلاق مبادرة جديدة عندها مضمون جديد بوجوه جديدة قادرة على لفت انتباه الديمقراطي الاجتماعيين وقادرة على إعطائهم رافعة تنظيمية تكون فعلا وازنة وفاعلة في البلاد خطر في غياب هذا البلاد مهددة بن خيرام التوازن السياسي مهددة في مكاسبها السياسية التي تحققت ومهددة في تعطل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لجمعها مش نوينا ومش قادرين عليه مش نوينا لأنه يبدو أن اللوبيات اللي دعمتهم في الداخل والخارج مهيش اللوبيات تسمح لهم أو تدفعهم في تجاه الإصلاح سي محمد بارك الله وفيك لقبول الدعوة ونتمنى لكم التوفيق خطر الكل للأخير لمصلحة تونس قد ما تتقوّل الأحزاب السياسية والتحالفات السياسية الكل وابرتو في مصلحة تونس الوقت صعيب سيخوف برشة تونس مش قادرين في البودو تونيل دونك ربي يستروك أمين هو أكيد ثم آخر لهذا النفق معناه وأنا ما نحبش تونس رغم الصعوبات اللي هي صعوبات حقيقية بالفعل أنا نحبش تونس يتشعموا وما نحب إزاد يصدقوا ياسر هذه المقولة اللي روجولها دعاة الحكومة الوعدة الوطنية من أن هذه حكومة الفرصة الأخيرة على فرصة أخيرة القيامة لنهاية العالم معناه تاريخ تونس سيمتد وسيتقدم بإذن الله بقطع نظرة على الحكومة هذه أو غير